السلام عليكم و مرحبا بكم معي في القناة كنتمنى تكونوا باخير و الاخير و انتم ما تشاهدوا الفيديو دي الي هاد النهار يوم شاء الله كنقترح عليكم حلوة بلا زبدة بالزيت حلوة الطفولة اللي كتجي رائعة بسافة فيه شيشة و ارطبة كتدوب في الفم بحلا كتاكلو شي كيك واحد المضاق اللي مميز ادي انتشاركها معاكم كنتمنى الوصفة دياليو متنال ايجابكم لكيشوف القناة الاول مرة منساش يشترك فيها و فعل جرس باش يتوصل دائما بجديد الوصفات الى جبكم فيديو خلوا لي اكبر عدد من اللايكات بلا مطول اليكم شوشوفوا المقادر الطريقة التحضير و فرجة ممتعة اذا هنا في قصرية و دات راشة ملال ملح هاد ندفع هنا يا ربعات الحباس ديال البيض اللي يكونوا بحرارة المطبخ والبيض هنا يا عندي حبات اللي كبار الا كانوا صغر فاديروا خمسة هاد ندفع اليوم هنا يا جوج كؤوس ديال السكر انا السكر هنا ما عمرش باش مجينيش حلوة بالساف هاد ندفع اليها هنا يا جوج اكاس من من سكر الفاني و هاد ندفع اليها كدالك جوج كؤوس ديال الزيت نباتية تقريبا هاد جوج كؤوس ديال الزيت نباتية تقريبا هاد ندفع اليها كالدوك البويد اللي لدينا في المنزل هاد نخلط عكا مزيان حتى قيد تنربوه مزيان وكيولي واحد الخالط اللي كريمي كي ما عدي تلاحظوا معايا ضروري يتخدموا هاد المكونات مزيان مع بدياتها والسكر يكون سكر هبيبات ذا كرقيق من الاحسن باش مكتبقاش ليكم الحلوة هكا في هادك السكر غليط كجيباين إذا كان لديكم السكر غليط فاخدوا هاد المكونات كلها ودعوها في الخلط الكعربائي وطحنوا مزيان هاد تخدموا بيهم كتساعد أكتر ترجمة نانسي قنقر نضيف القشور ديال البرتوقال اللي كي اعتوي لتزوينة بزاف لهاد الحلوة ونخلطهم زيان هكا مع بدياتهم وهذه مقاكة نضيف هنا الدقيق بالتدريج دقيق اللي مغربا من قبل ونضيف هنا يجوج اكيز ديال الخاميرات الحلويات من موزن 7 كرام للمجموعة 14 كرام صافي ونجمع هكا الكل هنا غيكا ندخل هكا الدقيق برؤوس الأصابيه ما كان يجنوش العجينة باش ما كتلقش معنا هكا الزيز والعجين اللي كيكون هكا كنتحصلوله هليين دائما نشوفوا بيتكم اللي كتكون ناشفة وما تقصحوش اللي يجينا رغي كتترتاح يعني كتترجا كتش مع رأسها فما تقصحوش اللي يجينا دائما نقولها لكم باش ما كتجيكمش اللي حلوة قاسحة وكتشيناه شيشة صافي كان تنضيف هنا الدقيق كما قلت لكم بالتدريج سراحة ما عبرتش باش نعطيكم القياس والقوام ديالعجينة كيكون شوية كيتلصق ولكن ميكا شفوه بيتنا الخرارة كيكون مجموعة يعني نقدروا نشكلوه في نفس الوقت راك يكون ليين شكرا 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 اشتركوا في القناة 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 يجب عليها كاسخون و ندخل الحلوة لها سوف نقبعها في الوسط لكي لا تنفخ كثير من القياس هنا بعد ما طابت من الأسفل حتى تلعات مزيان و قصتها في الكيردون و بنتلي ناشفة سوف نزلتها تشمع من الفوق حيث هنا ديني طبقة الكاكاو بعد ما خرجتها هنا و كي لاحظتها معي كي يكون الكيردون ناشفة طائبة مزيان لا تنفخ كثير من القياس لكي لا تنشف معكم في الفرن هنا يمح الدبقة سخونة اخذت العسل و دهنتها من الفوق هنا لا تنفخ الفرن فما زال نحتاجه نوزعها كمزيان العسل بالفوق بهذه الطريقة و سوف نأخذ الكوكاو مهرمش و محمر و سوف ندخلها من الفوق و سوف ندخلها و سوف ندخل السكونة يدخل الحلوى و يسخن الكوكاو و يشد الكوكاو في الحلوى و يشد الكوكاو في الحلوى نخرجها و يبرد جيدا و نقطعها هنا بعد ما بردات الحلوى انا خليتها غير بردات يعني مشي ليلة كاملة او غير اخداتها كدرجات الحرارة دي المطبخ يعني ما كتكونش عدة فيها يتكون بردات مزيان و صافي كناخد هنا سكين لي كيكون ماضي مزيان و كنبدعها كنقطع حيتها كالزائد دي الجوانب و كنقطعها كالقياس اللي بغيتو و الحبة يعني دي الحلوى اللي بغيتو 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 عديكم كبيرة او صغيرة كيبقى ليكم الاختيار سفي ان اخد هنا السكين لي كيكون ماضي و نقطعها كالشكل مائي مش تجيني هكا على شكل معيانات كيما قلت لكم الطبقة صراحة سما جاونيش واضحين فديو الفانيجة و غير بينا لديو الشكلات فخدوا القياس او العبار مزيان من انتصاد قسم العجينة بش تجيكم تساوية مع بدياتها انا دائما كنحطرها في البيت الدار و كديني مقاطة من انو نصورها صراحة معرفش شنو المشكل اللي وقع لي فمشي اختراس كتكون هكا مبرزطة ما كتستقش الحاجة كيما كتكوني متوقعها ماشي مشكل فاتاكا جزوينا كنحاول اني نقطع هني شرائط شوية عرض ما عرضش بثاف بش جيني الحلوه هكا مقدم عبدياتها صافيو كنزاكا بسبات هيلو كننوضحها هكا على منقطع نستمر بنفس الطريقة حتى نساني كيمية كلها لعندي ونرجع ونطلقوا بتشوفوا الشكل ديالها النيائي فسح نتقديم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر كيجي لادوي الشكل النيائي ديال حلو اللي حضرت معكم هدنار كيجي رائعة بثاف وبنينه وشيشة خفيفة بثاف كنتمنت جرباتنا لإيجابكم كشكركم دائما للمشاهدة والمتابعة نتلقوا في الوصف الجيه ان شاء الله خليتلكم راحة بصحة وراحة ومسلا شكرا